السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرب امبي يكشف الأول مرة سبب احتساب هدف فيوتشر المسير من على اللسان حكم المباراة علق تامر مصطفى المدير الفني لفريق القرى الأول بنادي امبي الأول مرة على مباراة الأمس بين امبي وفيوتشر في دورة 16 من بطولة كاس مصر تلك المباراة والتي انتهت بفوز امبي برقلة ترجيح بعد ان انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف وشهدت المباراة لقطة مسيرة عندما تسببت لمسات الحكم في الهدف الأول لفريوتشر قبل ان ينسحب امبي ثم يعود ثم يتعادل في دقائق الأخيرة ويفوز برقلة الترجيح المباراة امتدت لفترات طويلة ووصلت الى الساعات الأولى من صباح اليوم ومن النوادر انترى مباراة تمتد الى يومين وسبب احتساب الهدف رغم ارتطام القرى في الحكم تامر مصطفى تحدث عن سبب احتساب الحكم نادر امر الدولة لهدف فريق فيوتشر رغم ارتطام القرى به وبالتالي التأثير على مصارها لسه اكد تامر مصطفى عبر تصريحات له ان الحكم اخبره ان ارتطام القرى لم يعدي لتغيير المصار مؤكدا انه يحترم الحكم نادر امر الدولة ولكنه تسبب في صعوبة المباراة على نفسه خاصة وانه اعتراف بارتطام القرى في جسده وكان من الممكن وقتها ان يوقف اللعب قبل احراز الهدف ده امر الدولة وده فيوتشر نادي شوربا